موسيقى رياضي المفصلة من الميادين أهلا بكم عشر ضحايا لقوا حتفهم في حريق داخل مركز تدريبات تابع لنادي فلامينغو البرازيلي الحدث وقع فجرا في منشآت نينيو دو أوروبو غربية ريو دي جانيرو السلطات الرسمية كشفت عن نقل مصابين أخرين وجرح جراء الحريق إلى أحد مستشفيات المدينة لم تكشف حتى الساعة ملبسات الحريق الذي اشبف المنشأة التي يتدرب فيها فريقاء الرجال والناشئين الشرطة الإنجليزية تؤكد أن الجثة المنتشلة من حطام طائرة صغيرة في بحر الماوش تعود إلى النجم الأرجنتيني أميليانو سالا الجثة نقلت أمس إلى الأراضي البريطانية لبدء عملية التعرف إليها بعد انتشالها من جزء من حطام طائرة صغيرة كان على متنها اللاعب قبل أن تتحطم في بحر الماوش الشهر الماضي وأبلغت عائلات سالا بهذه الأنباء لتتوالى بعدها التعازي ولتكرمه رابطة الدور الفرنسي بحسب قميصه الرقم بل بسحب قميصه الرقم 9 من نوت على أن تبدأ كل مباراة خلال هذا الأسبوع بدقيقة من التصفيق كما كان متوقعا أن البرتغالي كارلوس كيروش سيحل مدربا لمنتخب كولومبيا خلفا للأرجنتيني خوسي بيكرمان ومع انتهاء عقده مع إيران من دون التجديد له وصل كيروش إلى العاصمة بوغوتا لمباشرة مهمته وقدم في مؤتمر صحفي رسمي بدريب ريال مدريد الأسبق قال أنه يتطلع إلى الاعتناء بالتاريخ الفخور والسمعة التي اكتسبتها كولومبيا في الكرة العالمية الاستحقاق الأول سيكون في بطولة كوبا أمريكا المقرر هذا الصيف في البرازيل وبعدها سيبدأ البرتغالي الاستعداد لخوض تصفية كأس العالم المؤهلة إلى مجالي 2022 في قطر رحلة تدريبية جديدة إذن سيبدأها كارلوس كيروش بعد طي ثماني سنوات غمضة من العلاقة مع الاتحاد الإيراني شهرة حققت إنجازات معنوية من دون رفع الكوس ربما الصفة الأبرز التي التسقت بالمدارب البرتغالي كارلوس كيروش بأنه عمل يوما ما مساعدا لسير أليكس فيرغسون كثيرون راهنوا أن يكون البرتغالي الصارم خليفة لأسطورة التدريب الإسكتلندية ومن هذا المنطلق تسلم مهمات كبيرة أبرزها تدريب ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكن نعمة الألقاب والكوز التي حققها الأستاذ لم تنسح بعض على التلميذ واقع بدأ يرسخ قناعة لدى متابعي اللعبة بأن شهرة كيروش ربما تسبق إنجازاته حارس المرمى السابق طوى الثماني سنوات متواصلة وغامضة مع إيران انتهت بخيبة الخروج من نصف نهائي كأس سياسيا الأخيرة أمام اليابان في تلك الفترة نجح في تجديد دماء تيمة لأكثر من مرة ولقي دعما مطلقا من الاتحاد الإيراني بحيث قاد الفريق إلى المشاركة في مونديالي لبرازيل وروسيا كان دوما يتجنب الدخول في التفاصيل ويشتكي من صعوبات بقي الكثير منها بعيدا من الإعلام لكن بمجرد يجلس كل هذه الفترة في هذا المنصب من دون رفع أي كأس فهذا يكفي للانفصال اليوم يبدأ رحلة جديدة مع خامس منتخب يتولى تدريبه بعدما مر بالإمارات وجنوب أفريقيا والبرتغال وإيران سيختبر مجددا العقل اللاتيني معاولا على خمس رودريغاز وردم الفلكاو وقد خاطب أبنى لوسكافيتيروس بلغتهم الإسبانية مناشدا السحضار التاريخ المفارقة الأولى في مهمة كيروش الجديدة أنه باكورة مبارياته ستكون ضد اليابان في الثاني عشر من أذار مارس في أرض الساموراي التغييرات الفنية للمنتخبات طاولت أيضا منتخب المكسيك حيث تعقد الاتحاد المحلي رسميا مع المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب برشلون السابق يستعد لخوض مغامرة تدريبية جديدة بعدما سبق وأشرف على منتخبي الأرجنتين وباراغوي وعلى عدد كبير من الأندية آخرها أتالنتا يونايتد الأمريكي وسيخوض منتخب تريكولور مبارتين وديتين في أذار مارس المقبل في الولايات المتحدة أمام منتخبات تشيلي وباراغوي استعدادا لمسابقة الكأس الذهبية عشية مباراة الإياب في الدور الربع نهائي في كأس العرب للأندية الأبطال المدرب الفرنسي روجي لومار يحذر فريقه النجم السحلي التونسي من الثقة الزائدة النجم السحلي الفائز ذهبا بهدفين نظيفين يسعي لحسم تأهله إلى المربع الذهبي عندما يصطدف الرجاء البيضاوي المغربي الليلة وأكد لومار جهزية فريقه لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح وسيفتقد النجم السحلي جهود المدافع صدام بن عزيزة ولعب الوسط في رسم العربي بسبب الإيقاف إيطاليا نعمق لاتشو من جراح إمبولي وصعد موقعا إلى المركز الرابع بعد فوزه بهدف يتيم في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدور فريق العصمة الإيطالية انتظر حتى دقيقة الثانية والأربعين من الشوط الأول ليخطف هدف الفوز من ركلة بل من ركلة جزاء ترجمها الإيكوادوري فيليبي كايسيدو وصعد لاتشو إلى المركز الرابع موقعا برصيد 38 نقطة فيما تجمد رصيد إمبولي عند 18 نقطة في المركز السابع عشر وبقي في دوامة المنافسة على تجانب السقوط إلى سيريبي الخلاف الشخصي بين نجم ريال مدريد الإسباني وإيسكو إيسكو ومدربه سولاري يتفاعل مجددا صانع الألعاب الدولي الإسباني غرد عبر تويتر ردا على لاعب الريال السابق روبين ديلاريد الذي رأى أن لاعبا ليس بالمستوى المطلوب يخسر مركزه في مدريد إيسكو بقي على مقاعد الاحتياط في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة ورد قائلا اتفق تماما مع ديلاريد ولكن عندما لا تمنح الفرصة ذاتها التي يحصل عليها زملائك فالأمر يختلف وتابع على الرغم من كل شيء ما زلت أعمل وأصارع بانتظار فرصتي قميس برشلونة الجديد قد يدخل إدارة النادي في مشكلة كبيرة مع الجماهير بسبب لونه الفريق الكتالوني يتريث في الموافقة على أخذ تصميمات الشركة الراعية خوفا من ثورة جماهيري العداوة التاريخية بين برشلونة وريال مدريد متعددة الأوجه ومن ضمنها أيضا ألوان القمصان اللون الأبيض عرف عبر التاريخ الكروي كهوية للنادي الملكي وهو يعد محرما بالنسبة إلى برشلونة الذي اتخذ من ألوان علم كتالونيا شعارا له وباتت قمصانه تجسد القضية الكتالونية اشتهر نادي برشلونة بألوان قمصان لعبه الزرقاء الممزوجة باللون الأحمر لكن مع تطور كرة القدم ودخول الشركات الراعية تغيرت التصاميم والألوان فأضيف الأصفر والزهري إلى الأزياء التقليدية وهو ما تقبلته الجماهير لكن اليوم تدرس إدارة البلاوغرانا اعتماد اللون الأبيض ما قد يؤدي إلى أزمة جماهيرية بدأت ملامحها تظهر منذ تسريب شكل القمص الجديد الشركة الراعية تعمل على اعتماد زي رسمي جديد يهدف إلى جذب أسواق جديدة من الجماهير والمشجعين لكنه يمثل قنبلة موقوتة بسبب لونه المحظور والذي ارتدي للمرة الأخيرة في كتالوني عام الثمانية وسبعين حجة الشركة الراعية في اختيار اللون قائمة على أن تاريخ برشلونة عريق ولا يرتبط بلون القمص فقط لكن الإدارة قررت تعليق القضية في الوقت الراهن بسبب خوفها من ردة فعل الجماهير التي تعتبر أن ارتداء اللون الأبيض يمثل خيانة للقضية الكتالونية في دور السلة الأمريكي للمحترفين لوس أنجلس ليكرز يتجاوز مضيفه بوستن سلتكس بفريق نقطة واحدة الليكرز وضع حدا لمسلسل انتصارات غريمه التقليدية عند خمس مباريات متتالية ففز عليه ب129 نقطة لمائة وثمانين وعشرين هذا الفوض هو الثامن والعشرون من أصل 65 مباراة خاضها ليكرز هذا الموسم ووصل لبرون جيمس عودته النارية فدخل سجلات المواجهة بين الفريقين الأكثر تدريجا بلقب دوري أضحى ثالث لاعب فقط من ليكرز يحاقق ثلاثية المزدوجة في ملعب الغريم التقليدي بتسجيله 28 نقطة واثنة عشرة متابعة واثنة عشرة تمريرة حاسمة لكن سلس الحسم سجلها صانع على لعب بوستن السابق ليجين رندو في الثانية الأخيرة من اللقاء ثلاثية مزدوجة جديدة للراسل ويستبروك تقود أكلهما سيتيتاندر لاكسساح ضيفه من فس كريز لس بمائة وسبع عشرة نقطة مقابل خمس وتسعين ويستبروك سجل خمس عشرة نقطة وخمس عشرة تمريرة حاسمة وتقت ثلاث عشرة متابعة وتألق باول جورج بعد تسجيله 27 نقطة وأضاف جيريمي جرانت عشرين ومن الفريق الخاسر سجل جاكسون جي آر 27 نقطة مع سبع متابعات نبقى في أخبار كرة السلة وفي اليوروليك تغلب برشلونة الإسبانية على زالجيريس كاوناس الإتواني ضمن المرحلة الثانية والعشرين الفريق الكتالوني أنهى المواجهة لمصلحته بثمان وسبعين نقطة مقابل اثنتين وسبعين وكان آدم هانغا أفضل مسجن للفائز بأربع عشرة نقطة فحقق فريقه الانتصار الثالث عشر مقابل تسع خسارات فيما منياز الغيريس بخسارته الرابعة عشرة مقابل ثمانية انتصارات مع هذا الخبر نختم رياضي المفصلة للمزيد الميدين دوت نت والميدين بالاسبانية اسبانول دوت الميدين دوت نت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة